المزيد عن المكورات العقدية هي كائنات جثومية تظهر تحت المجهر على شكل مسبحة من العقد مختلفة الأطوال ولذلك سميت بالمكورات العقدية تتلون مخبرياً بسبعة جرام وتصنف ضمن الجراثيم إيجابية الجرام أنواع المكورات العقدية العقدية هي جراثيم شائعة جداً توجد بشكل طبيعي الجلد وفي الجهاز النفلس العلوي تتعايش مع الجسم ولا تحدث عادةً أي مرض في بعض الحالات تغزو مجرى الدم مما يسبب أمراض قد تكون خطيرة يوجد أكثر من نوع المجموعة العقدية منها العقدية الرئوية والعقدية المخضرة العقدية أيضاً أنواعها الأخرى بيتا تقسم هذه المجموعة إلى نوعين هما العقدية المقيحة يعني تنتج قيح والعقديات الحالة للدم بيتا توجد هذه العقديات على الجد وفي الجهاز الهضم في الجهاز التناسي الأنثوي قد يسبب انتقالها من الأم الحامل لجنين أمراض خطيرة عند المولود أسباب المكورات العقدية تتعايش بشكل طبيعي المكورات العقدية في الجسم البشري ولا تسبب أي أمراض لكنها تعتبر في حالات معينة جدا كائنات ممرضة وتسبب أمراضا قد تكون خطيرة وذلك بسبب وجود المخورات العقدي في مكان لا تتواجد فيه عادة وذلك نتيجة حدوث جرح مقاطع وقد يسبب انتقالها الأنسج العميقة تحت الجلد والعضلات وربما يسبب غزوا لمجرى الدم الأشخاص في طرفي العمر يمتلكون مناعة أقال نسبية من الآخرين مثل الرضع الأصغر من 6 أشهر والمسنين الأكبر من 75 عاما وجود عاوز بسبب وجود عاوز منام طرق انتشار مكورات العقدي تتواجد مكورات العقدي بشكل طبيعي على الجلد وفي جهاز نفس والجهاز الهضم وجهاز تناسلي وتنتقل من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس أو التماس مع الجروح المصابة أو القروح أو أثناء الولادة الطبيعية من الأم إلى الطفل ونادرة ما تنتقل عن طريق تناول الأطعمة الملوثة أعراض المكورات العقدي الأمراض تسببها المكورات العقدي إذن هي تختلف الأمراض حسب طبعا نوع الجرثوم وعمر المريض وطريقة انتقال مكورات العقدي تسبب معظم مكورات العقدي إذهابات في جهاز التنفس والجلد حيث تتواجد عادة وذلك يشمل التهاب الحلق والتهاب اللوزة يعني التهاب من الداخل يعني نادرة ما تحدث تورم الفم من الخارج وإذا تورم في حالة نادرة إذا تورم الفم من الخارج يكون محمرا أو لونه قرمز وليس أبيض إذن ولذلك يمكن أن يتحول التهاب قيحي شو يعني قيحي؟ يعني هذا القيحي يصبح دموي يعني أنه هذا يتشقق الجرح فينزل دماء وهكذا أو قيح أو مادة كرمزية وهكذا يعني إذن أيضا أعراض القوباء هي التهاب معدي على الجلد يظهر على شكل تقرحات انظروا إذن التهابات تقرحات يعني تورم وتقرحات مش لون الجلد أبيض ونافق وهكذا على الفم أيضا الحمى القرمزية ثالثا من أعراضه الحمى القرمزية هي مرض شائع عند الأطفال يظهر بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتهاب في الحلق وطفح جلدي معمم ذي لون قرمزي مميز أيضا الحمرة هي التهاب في الطبقات السطحية من الجلد أيضا التهاب النسيج الخلوي حيث تنطق المكورات العقدية إلى الطبقات العميقة من الجلد تسبب التهابا منها قد يتحول إلى أشكال أكثر خطورة وإذا لم يعالج قد تنتشر مكورات العقدية إلى أعضاء وأنسجة لا تدعيش معها عادة تسبب أمراضا خطيرا قد تهدد الحياة منها إنتان الرئة إنتانات الرئة طبعا التهاب الأنسجة المحيطة بالدماغ أيضا والنخاع الشوكي وهذا ما يسمى التهاب الصحية إنتان الدم وهو أحد أمراض المولود المهددة بالحياة يعني إذا الموليد جاءت بهذا الأمراض عادة ينتقل من الأم إلى المولود خلال الولادة الطبيعية أو عبر الأغشية التي تحيط بكيس الحمل في حال تمزقها أيضا انتهاب النسج المبطن للقلب وهم يسمى طبيا بانتهاب الشغاف يمكن انتهاب الشغاف أن يصيب أحد السمامات القلب ويعطل عمله وقد يحتاج التدخل الجراحي في بعض الحالات أيضا انتهاب اللفافة النخري ويسمى انتهاب الآكل اللحم ويحدث عادة عندما تغزي المكورات العقادية عندما تغزي المكورات العقادية أنسجة العميقة والعضلات والنسجة الشحمة تحت الجلد مما يؤدي لتخريب هذه الأنسجة وتموتها أيضا عادة متلازمة الصدمة السمية العقاديات وهي انتشار واسع العقاديات عبر مجرى الدم إلى أعضاء الجسم متعدد مما يسبب إصابة الكليتين والقلب والرئتين وقصورا في عمل هذه الأجهزة وانخفاضا شديدا للضغط الدم وهذه المتلازمة قاتلة إذا لم تعالج بسرعة وكفاءة أيضا الحمى الروماتيزيمية وهي إصابة تالية للعقاديات ولا تترافق معها مباشرة وتسبب العلاج الناقص المكورات العقاديين بقاء هذه المكورات في اللوزتين بحيث تغزي مواد سمية تنتشر إلى باقي أعضاء الجسم خاصة إلى المفاصل وضرر في صممات القلب وانتهاب الكباب الكليا وأيضا عندما يحدث التهاب الجهاز التنفسي تفرز المكورات العقاديين مواد سمية تنتقل إلى الكليتين وتسبب التهاب في الكباب الكلوية مما يؤدي الوجود أعراض بولية أهمها النسف البولي يشفي طبعا التهاب الكباب عادة خلال أسابيع كيف يتم تشخيص المكورات العقاديين؟ بعض الأعراض المميزة قد تكون كافية لوضع التشخيص والبدء بالعلاج ولكن في بعض الحالات قد يحتاج الطبيب لطلب فحوصات مخبرية التأكيد والتشخيص يمكن تشخيص انتهاب العقاديين من خلال كشف الجراثيم في مسحة البلعوم يعني من الداخل مش من الخارج مسحة البلعوم أو زرع الدم أو تحليل السائل الدماغي الشوكي وزرعه علاج مكورات العقاديين تحتاج لإصابة المكورات العقاديين معالجة بالمضادات الحيوية ثبوية وفي الحالات الخفيفة لكن الحالات الشديدة بخاصة التهاب الصحي والتهاب الشغاف يجب أن يعالج في المشفى استخدام مضادات حيوية ضمن الوريد وقد يضطر الطبيب إلى إجراء تدخل جراحي لزالة الأنسجة التالفة مثل أنسجة العضلات المعطلة وصممات القلب التالفة